مرحبا بالجميع. ان شاء الله من خلال هذه الحلقة. قد نتعرف على الاساليب. وهنا من هنا نظر على الاساليب. نقصده بها الاساليب الخبرية والاساليب الانشائية. فهذا الدرس هذا. اه فهو معني بهجوج ديال ديال المستويات. يعني الباكالورية. وحتى سيزيام اه علمي. اذا ان شاء الله بحول الله قد نتعرفوا شو ما المكونات ديال الاساليب الخبرية. وشنو التعريف ديال اسلوب الخباري. وايضا شنو التعريف ديال الاساليب الانشائية. ثم ما هي العناصر المكونات لها. اذا فالاسلوب الخباري. اذا فالجملة الخبرية. اه وهي التي تحتمل الصدق او الكذب. يمكن القول صاحبه بانه صادق اذا كان مطابقا للواقع. وكاذبا اذا كان مخالفا للواقع. مثلا. فيمكن قولوا مثلا السماء وتمطره. فهي الى كانت في الواقع تمطره فاذا فصاحب هذا الخبر فهو صادق. و الى ما كانت تمطر السماء فصاحب هذا الخبر فهو كاذب. اذا خبر. تنطيك خبر معين. وذهبت الى السوق ورأيت وتجولت اخبار تنطيك اخبار معينة. طبعا. اذا فالاساليب اما الاساليب الانشائية فالاساليب الانشائية او الانشاء الاساليب الانشائية عفوا تنقسموا الى قسمين. عدنا الانشاء الطالبي والانشاء غير الطالبي. اه في الخار غدي نقول لكم بان او غدي نوريكم كيفاش ناس هنا دي الباكة لو ريت حديدا. غدي نقول لكم كيفاش ممكن مثلا انكم تستعملوا هذه الاساليب. انا فا اه باش انا ما تبقاوش انا تغلطو او لا انا ما ما تكن فيكم انا اللي ما يعرفش هذه الاساليب كلها فقط انا نقول لكم شنو ممكن انكم تديرو. انا فالانشاء الطالبي هو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب. وانواعه خمسة وهي. الامر اه بحالش مثلا يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ثم عدنا النهي ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتقوى. عدنا هنا ولا. عدنا الاستفهام. اين يوجد مصنع السيارات. انا اعتقد بانها واضحة وبين. التمني لعل الله يحدث بعد ذلك امر. عدنا النداء يا ايها المواطنون اه ادخلوا منازلكم. اه بش ما ما تجيكمش اه كورونا. اه 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 اندوز الى اه اشياء يعني اخرى. متعلقة بالاستفهام او عفوا بالانشاء غير الطلبي. هو ما لا يستدعي مطلوبا وقت الطلب. اي ان حصوله غير مرتبط بالطلب. وانواعه ستة. وهي. المدح نعمة تلميذ المجتهد. نعمة. فهي للمدح. الذم بئسة. بئسة تلميذ المنافق. عدنا القسم. قال الله تعالى. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين. سورة يوسف. التعجب ما احسن العلمة. واقبح الجهلة. عدنا علمتي التعجب هنا ايا. ايا كما كتشوفوا معايا. اه اه ادنا الرجاء لعل لعل الطالب لعل الطالب ينجح. ادنا الطبيق ده باقا دي النوز باش نشوف. يعني نشوفو هات الطبيق ديلا الشيء اللي شنع على قصيدة مؤينة. طبعا. غير باش 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 ما ننساش اه كي ما قلت لكم في بالنسبة للناس ديال اللي باك. انتم هم مطالبين شمتلا تقولوا ليوموش هدا انشاء طالبي اولا غير طالبي. ياك شنو خسكم تقولوا تقولوا مثلا هدا. اه تقولوا بانه يستعمل مثلا الشاعر اه الاساليب الانشائية. ها بلا ما تقولوا واش طالبية ولا غير طالبية لانه تكون كتعرف كاملة شنو هي العناصر والمكونات ديال لانشاء طالبي. والعناصر والمكونات لتتكون لنا الانشاء غير طالبي. اذا فباش ما تخطووش قولوا فقط انتم مثلا استعمال مثلا الشاعر والمدح والمثلا الاستفهام يعني من مثلا من انشاء غير طالبي. وما تقولوش ما تقولوش طالبي ولا غير طالبي. اذا هندوز ده بالت الطبيق باش نشوفو هاد الشي هدا على قصيدة معينة ونشوفو. واش استعمل فيها الشاعر الاساليب الخبرية او الاساليب الانشائية. اذا فباش بلا ما نقرأيني القصيدة انا ينضي في هالوقت الى غير ذلك. فانتم اقرأوا القصيدة وقولوا لي واستعمل هنا الانشاء الطالبي او لا الاساليب الطلبية او لا الاساليب غير الطلب اه لا الاساليب الخبرية. طبعا اذا انفع اه هاد السؤال تتحط تحديدان هناك كما نشوفو معي. ارصد الخصائص الفنية والفنية وابراز ووضائفها بالتركيز على الاقاع والاساليب. لهم الاساليب. ركسنا على الاساليب هنا يا. اذا نبغى ننزو نشوفو الجواب. واش استعمل هنا يا الاساليب الخبرية او الاساليب الانشائية. ننفع اه استعمل الاساليب ايه هيمنة الجمال الخبرية ذات طابعة. تقريري. اذا شن هو ضد التقريرية. اللغة التقريرية ضدها هي اللغة الايهائية. لعندها اه اللي يسمى فيها استحارة وتشبيه والمجاز والكناية. اما هذه اللغة التقريرية يعني مباشرة وواضحة. اذا ترى حالبات سقيما الى ذلك من باقي الكلمات التي سدل على انه استعمل الجمال الخبرية. للكشف عن حالة الشعر النفسي والتأكيد على القيم التي يتحل بها. اذا التداخل بين ضمير الغائب الذي وضفه الشاعر في الابيات الاربعة الاولى. وضمير المتكلم الذي هيمنة في النصي. وضفه الشاعر الافصاح عن مشاعره. ووصف ووصف معاناته والافتخار ببعض القيم والخصار التي يتميز بها. اذا الى حدود الان غد نكون انني استرقت الى الاساليب الانشائية والاساليب الخبرية. اللي كما قلت لكم انها تتعطى يعني عند 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 الباك وعند حتى عند السيسيام. وآآ وريدكم الجواب كيفاش ممكن انكم نجاوبوا له. آآ السؤال ديالكم لهو تحديد الاساليب. اذا اضرب لكم مويدا الى الحلقة القديمة ان شاء الله. اشتركوا في القناة